قام مساء أمس فريق من التلفزيون الوطني للقوف على مدى استعداد الفريق الوطني ساوو لرمي الجلة وذلك للمشاركة في الألعاب الافريقية لرمي الجلة الزميل عباس أباكر مصطفى تابع هذه الاستعدادات وعدلنا هذا التقرير يستعد الفريق الوطني ساوو لرمي الجلة للمشاركة في الألعاب الافريقية الدورة السادسة لرمي الجلة والتي من المقرر ستحتضنها دولة تونس في الأيام القادمة وعن كيفية استمرار التدريبات وماذا جاهزية الفريق الوطني ساوو لرمي الجلة فقد أوضها رئيس الفدرالية الشادية لرمي الجلة من ناحية أخرى قال المدرب الوطني لرمي الجلة فرانسيسا بأن معنويات اللعيبة مرتفعة واللياقة البدنية عالية وطلب من الجمهور مساندة وتشجيع الفريق الوطني لرمي الجلة خلال مشاركته في هذه الدورة الرياضية بتونس وعليه فإن فريق الوطني ساوو لرمي الجلة قد هاضى في الأعوام السابقة على مرتبة ربء النهائي لرمي الجلة آملين في هذه المرة على إنجاز أكبر خطوة في المحافل الرياضي السيدة تساعد إذن بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نادة النشرة للإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضاء الشادية من الجمينة حتى ألقاكم تمتم في أمان الله وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر